أكيد طبعاً هنتكلم عن مباراة الترجي النهاردة وحنتابع إيه اللي بيحصل في تونس ولكن عايز أبدأ بس كده الأول بموضوع مهم الحقيقة اتكلمت مع حضراتكم بإلح فيه وهو ما حدث من الحكم الكابتن وليد عبد الرازق اللي كان بيدير مباراة الزمالك وبروكسي أحد أندية القسم الثاني في دولار 32 لكاس مصر من مباراة للنهاردة الدنيا كلها اعترفت أن الأخطاء التحكمية كان لها دور مؤثر وكبير في نتيجة المباراة حتى في قنوات الأندية الأخرى قالوا كده محللين التحكميين قالوا هذا الكلام قالوا أن النتيجة أو الأخطاء التحكمية أثرت على المباراة أو على نتيجة المباراة حتى ساعتها بحالات يعني حاجة بتخصناش لكن الحالات ما اتعرضتش ماشي تكلمنا برضو مبارا عن اختلاف ميزان القرار عند كابتن وليد وهي دي القصة خصوصا في لقطة محمود متولي لو تفتكروا في المباراة المصري والإنزار السريع اللي طلعوا معلش أنا من مباراة بأوري لحضراتكم هذه الصورة ولكن الصورة دي من مباراة هاتريند هي اللي الناس كلها بتتكلم عنها لأنها صورة ما فيهاش مصطرة واحدة حالة واضحة من لعيب بروكسي ولعيب نادي الزمالك حطين أيديهم عليه وما طلعش أي بطاقة كمان ضربتين جزاء أعتقد أن كل الناس قالت أنهم صحيحتين غير محتسبتين لصالح نادي بروكسي ولكن أنا استوقفني النهاردة شيء آخر استوقفني النهاردة الحقيقة تصريح كابتن رمزي صالح المشرف على كرة القدم في نادي بروكسي بيقول إيه كابتن رمزي بيقول إحنا لدينا ضربتين جزاء يعني الناس كلها معترفة بالضربتين دول ولكن لما سأل الناس سألته أنت هتشتكي قال له ما شتكي مش هشتكي لأن إحنا عارفين أنه مش هيحصل حاجة بعد الشاكو تخيل حضرتك فقدان الثقة في اتحاد كرة القدم ولجانه وصله لحد فين يعني لما تيجي يا حقك يا كابتن رمزي أنت مش أنا اللي بقوله والله يعني ده الصحفيين بيسألوا في لقاء إعلامي مش في قناة الأهلي ده مسجلوا على الهواء في قناوات أخرى مش هنا هو قال أنا يا كابتن بيسألوا هتشتكي قال له ما أنا هشتكي ليه هشتكي لي الله بس رب الله بس هو اللي بياخد الحقوق لكن أي حد تاني ما بياخدش فكده كده لما هشتكي هيحصل إيه مش هيحصل حاجة طيب النهاردة ما أنا بوري حضراتكم إيه اللي بيحصل النهاردة تسريبات أككزوا معايا بقى في التسريبات دي التسريبات دي من اتحاد كرة القدم إن في عقوبة بالإيقاف لمدة شهر لكابتن وليد عبد الرازق أنا بقول لحضراتكم إن ده كلام أي كلام ما حصلش ما هي إلا تسريبات مجرد كلام لتهدئة الرأي العام بعدين برضو بيني وبينكو يعني هي المشكلة في الإيقاف طيب ما هو حيتوقف وحيرجع يكرر نفس الأخطاء مرة تانية بدليل إن هو عملها فوق وعملها تحت عملها مع الأحمر عملها مع اللبيض عملها مع الأورنج هي أين الحلول اللي عند لجنة الحكام هو لسه لجنة الحكام مصممين بعد هذا الأداء اللي حضراتكم شفتوه هذا الأداء أنا بنتقد هنا أداء مليش دعوة بشخصية أنا بنتقد أداء هذا الأداء الهزيل اللي إحنا شفناه من معظم الحكام فيه أخطاء تانية كتير حصلت في مباراة أخرى ولكن ما هي دي اللي ظهر قدامي هل لسه حضراتكم مصممين على عدم استقدام حكام أجانب وفقا للليحة بعد هذا المستوى والسؤال اللي بقى لي أسبوع دايما بطرحه ودلوقتي كله بيتكلم فيه هو كاس مصر بدون تقنية ألفار لحد إمتى ومحدش بيرد محدش بيرد ويكون واضح جماعة قلولنا لحد إمتى هتتلعب ماتشاط كاس مصر بدون فار خليكوا طلعوا تكلموا مع الناس ما أنتم حضراتكم كنتم مجتمعين النهاردة وحتى هذه اللحظة الغاية لما أمن قبل ما خشر مع حضراتكم لم تخرج علينا أي قرارات والاجتماع ده حضراتكم بتنقشوا فيه إيه بالزبط مشكلة الزرة ما هو حاجة غريبة جدا تحاد كرة القدم مصمم أنه يعيش في دور أنه ما شافش حاجة شاهد ما شافش حاجة تفرج تفرج اللي عايز تتفرج وأنا هقول لحضراتكم معلومة مؤكدة وعلى مسئوليتي الشخصية دور الستاشر في كاس مصر ما فيهوش بار يا رب أطلع كذاب يا رب يا رب أطلع كذاب كلام ده على مسئوليتي زي ما بقول لحضراتكم كده قلت لحضراتكم من أسبوع عشر تيام أنه حنلعب كاس مصر في دور الاتنين وثلاثين من غير فار وحصل بتحاد كرة القدم حتى هذه اللحظة مش عارف ولا مش قادر ولا مش عايز يحل مشكلة الفار محرفش هو عايز يسيب هات الصورة اللي فاتت عايز يسيب الصورة كده تظهر للعلن كده عايز يسيب الظلم على كل اللي لابس أحمر وللابس أبيض وللابس أورنج عشان ما حدش يخدني في سكة واحدة دي رقل الجزاء لو العكس كنت هعملها العكس برضو بص حضرتك كابتل وليد بالمناسبة النهاردة طالع يتكلم على على الفيسبوك هو حر هو حر أنا مش عايز أتكلم في حاجات شخصية ولكن خلينا أتكلم عن أخطاء واضحة أخطاء لا يمكن الكلام إلا عنها طيب مرة تانية أنا بقول لحضراتكم أهو ويا رب أطلع كدهب لو طلعت كدهب هطلع أقول يا جماعة أنا كدبت على جمهور النادي الآلي في دور الستاشر اللي أنا بقوله لحضراتكم دلوقتي لغاية قبل ما خوش قبل ما خوش اتحاد كرة القدم لم يتخذ قرار بوجود تقنية الفار في دور الستاشر من كاس مصر واحتمال كمان دور التمانية ما عرفش لسه دور التمانية ولكن أنا بتكلم تلوقتي على دور الستاشر لغاية وانا داخل ما أعصلش وبيحولوا دلوقتي يزقوا كده الموضوع إيه يعني يزقوا الموضوع يعني إن الفار يبقى موجود في النصف النهائي فقط نصف النهائي الكاس توفيرا للنفقات طبعا بسبب المديونية الكبيرة اللي على اتحاد كرة القدم للشركة المنفذة للفار في مصر طب ده كلام يا جماعة يعني المعلومات اللي بتوصلني دي لو صحيحة ما طلعتش كداب وتمنى إن نطلع كداب وإن الفار يتم تطبيقه بداية من دور الستاشر أتمنى تشتغل وأطلع كداب وتكدبوني والله ساعتها هطلع بقى سعيد ومبسوط وحسأف أهم حاجة أن العدالة يتم تحقيقها لكل الفرق النادي الأهلي وكل الأندال اللي بتمثل فرقها في دور الستاشر العالم كله بدأ يعتمد على الفار في كل المسابقات معادة اتنين اتحاد الأفريقي في دور الاربعة والستين والاتنين والتلاتين ودور المجموعات تخيل حضرتك مباراة زي الأهلي والهلال ومفيهاش فر تخيل حضرتك اللي هيكت في المجموعات دي تخيل حضرتك إن مباراة أهلي وسان داونز بقيمتين بقيمة النادي الأهلي وقيمة سان داونز وقيمة الأهلي وقيمة الهلال ومفيهاش فر يبقى الاتحاد الأفريقي والاتحاد المصري هم دول فهنا دلوقتي كمان الجديد اللي بيحصل إيه اللي أنا عرفه إن أنا لما جا روح أتكلم مع واحد بتاع واحد فرارجي بتاع فراخ أقوله يقول لي كيلو الفراخ بعشر جنيه أقوله لأ وفصله أفصله دا اللي أنا عرفه دا الفصال اللي أنا عرفه لكن حتى الفار حنفصل فيه يعني حتى الفار حنفصل فيه بمعنى إيه عم إسلام حتفصل فيه يعني دلوقتي ناس بتفصل فيه طب ناخده من الدور النهائي بس في الكاز ولا الدور القابل النهائي ولا من الدور التمانية الكلام اللي أنا بقوله أنا مش هزحلف ولكن الكلام اللي أنا بقوله لحضراتكو دا كلام موثوق منه مية في المية يعني إنت تقدر تروح تفاصل مع هنا 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 لكن حتى المباريات اللي تتلعب فيها فار واللي ما فيهاش فار إيه بيتم الفصل فيه يا جماعة ميقوة فيه كده في الدنيا والله ما شفت ولا حشوف ولا أي حاجة هتقول لي مديونية وعلينا مديونية وعلينا 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 وانت بتلعب كاس الرابطة بالفار ولا أنا إيه شاخت بالي كاس الرابطة يبقى بالفار وكاس مصر لأ إحدى البطولات الودية إحدى البطولات الودية للناشئين إحدى البطولات الودية للناشئين لعبت بالفار وساعتها لو تفتكروا تسحى بالفار من الدور المصري عشان طب ده كلام ونسكت إزاي يعني أنا نفسي والله العظيم ثلاثة أطلع أتكلم في إيجابيات بتحصل لأنه الله يتحط كرة القدم ده وعلى فكرة لما بتحصل يعني مثلا وكابتن أحمد ناجي معانا مبارح تكلمنا في أن دكتور جمال محمد علي عامل شغل رائع جدا في قصة الرخص وسقفنا هايل لأن أنا طالبت وساعتها لكن لما بنتكلم إحنا بنتكلم على شيء يجب أن يحدث علشان الصالح العام مش عشان صالح إسلام ولا عشان صالح الأهلي ولا جمهوره طبعا عشان صالح الأهلي ولا جمهوره ولكن أيضا عشان صالح الكرة المصرية هو لو فيه فار مبارح المباراة بتاعت زمالك وبروكسي كانت انتهت بهذا الشكل ما كانش الفار اللي قاعد على الفار هينده على كابتن وليد ويقول له يا كابتن وليد تعال نشوف الكرة دي راكل الجزاء ولا مش راكل الجزاء طيب خليني أقول لحضراتكم برضو معلومة بريرة من المصدر بقى أجيب لكم معلومة هو من بريرة نفس تكلمنا مع بريرة وقال لنا أن الحالات لم يتم رجوع يعني لم تراجع حتى الآن قال لي ده بقى البكرة حيتم مراجعته بكرة فبالتالي تسريبات العقوبات ما هي إلا تهدئة للرأي العام عموما احنا هننتظر ونشوف إيه اللي حيحصل في هذا الأمر في المباريات القادمة ما هو انت لو وقف إسلام ما هو إسلام مش هيظهر لكن لو ظهر يبقى أنت كنت بتعمل إيه بتسكت بقيت الناس بتهدي الناس علشان يسكتوا عنك شوية خلينا نشوف إيه اللي حيحصل في هذا الأمر خلينا نشوف